قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إنه من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين الدول التي تملك السلاحة النووي حتى لو كانت هذه المواجهة تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط موقفنا يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فبجانب رفضنا لاندلاع حرب نووية نحن نعرض أي صدام عسكري بين قوتين نوويتين حتى وإن تم باستخدام أسلحة تقليدية لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد يخرج عن نطاق السيطرة